للأسف فيه خبر مؤسف النهاردة كيد كلنا عرفناه ولو عشاء الفنان جميل راتب برحيله عن عمر 92 سنة وده بعد صراع طويل مع المرض فيه سنواته الأخيرة الفنان الراحل بيعتبر من عمالقة الفن المصري وطبعا ليه كتير جدا من الأعمال الفنية زي في الملكيف، طيور الظلام، شفيق أو متولي، لورنس العرب غيرها من أفلام طبعا خلدت اسمه في التاريخ السنمائي أو الدرامي كمان فيه مسلسلات زي يوميات ونيس، رحلة المليون، فارس بلا جواد وأعمال تانية إطرابنا عليها وشفناها شيعت أو شيعت عفواً جنازة الراحل النهاردة بعد صلاة الظهر وجميعاً بنتمنى له الرحمة رحل الفنان المصري جميل راتب في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء عن عمر يناهز 92 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وشيعت جنازة الفقيد بعد صلاة الظهر من مسجد الأزهر الشريف بمنطقة الحسين 19-9-2018، الساعة 6-3 حصلت الوفاة هو العزاء هنا بعد صلاة الظهر، هنصلي عليه وبعد كده العزاء كده خلاص هو ما كانش عايز آخر يعني تطورت الأمور وطلب في الآخر أنه ما بقاش فيه عزاء كان عايز يشوف أصدقاء وجبنا أصدقاء اللي هو بيحبهم معظم الناس يعني واتصلوا بالتليفون طبعاً اللي ما قدرش يجيله الناس عملت لعليها، العيلة طبعاً وقفت معاً ما سابهوش كانوا كلهم حوالينا في الفترة الأخرانية، العشر تيام الأخرانيين قبل الوفاة ولما كنت في فرنسا، أصدقاء في فرنسا طبعاً ما تأخروش عنه لما كلمتهم كلهم جمب وقفوا جنبه ناس كتير وقفت جنبنا أنا عندي جميع الصور لفنان جميل راتب وإن شاء الله باعد جمهوره أن أنا أعمل معرض ليه وحط في كل الصور بتاعته شارك الفنان الراحل جميل راتب في العديد من أدوار السينما المميزة وحصل على جائزة الممثل الأول وأحسن ممثل على مستوى المدارس المصرية والأجنبية في مصر وتوالت أعمال الفنان جميل راتب حتى وصلت إلى أكثر من 147 عملاً مختلفاً وداعاً شرير السينما الأنيق الذي أبهرنا بتمكنه الكبير في صناعة العديد والعديد من التحف النادرة في الدرامة المصرية وداعاً جميل راتب